مصادقة على مشروع المرسوم رقم جوج 23-919 يتعلق بارتفاقات التصوية المحدثة بجوار المطارات وعلى طول الطرق الجوية قدمه السيد محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجيستيك ويندرج هذا المشروع في إطار ملاءمة تشريع الوطني مع أحكام الاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي الممضى عليه بشيكاغو بتاريخ سبع دجنبر 1944 والصادر بن شره الضهير الشريف رقم 157172 بتاريخ 10 دي القعدة 1376 8 يونيو 1957 لا سيما ملحقه الرابع عشر والمتعلق بالمطارات الذي يحدد المواصفات التقنية التي ينبغي على الدول مراعاتها أثناء تزويد العوائق بالإشارات وعلامات التصوية الضوئية ويهدف هذا المشروع الذي يتعلق بارتفاقات التصوية المحدة بجوار المطارات وعلى طول الطرق الجوية إلى تطبيق أحكام القانون رقم 4013 المتعلق بالطيران المدني الصادر بتنفيذه الضهير الشريف رقم 1661 بتاريخ 17 من شعبان 1437 24 ماي 2016 ولا سيما المادتين 129 و130 منه والتي تتضمن وجوب تزويد أو إتاحة تزويد بعض العوائق أو المواضع بأنظمة مرئية أو راديو كهربائية معدة لإعلام الملاحين الجوين بوجودها أو للتمكن من التعرف عليها